بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي الطلبة وطلبات صف الثالث الإعدادي إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض مجموعة من الدروس الخاصة بمنهج الحاسب الآلي للصف الثالث الإعدادي الترم الأول وهنبدأ النهاردة إن شاء الله في الفصل الأول الخاص بحل المشكلات طيب إحنا عندنا يا جماعة هنبدأ نشرح في هذا المنهج إن شاء الله وهو منهج الصف الثالث الإعدادي برنامج بنسميه برنامج الفاجوة البيزيك دوت نت برنامج الفاجوة البيزيك ده يا جماعة هنبدأ نستخدمه بعد كده في إنشاء تطبيقات النوافذ وتطبيقات الويب بس عشان نبدأ ندخل على برنامج الفاجوة البيزيك هنبدأ ناخد الفصل الأول ونشوف بتكلم عن حاجة اسمها حل المشكلات باعتبار إن البرامج إن شاء الله اللي إحنا هنعملها باستخدام لغة البرمجة الفاجوة البيزيك البرامج دي عبارة عن مشكلات فإحنا عاوزين نشوف إيه يعني المشكلة وإزاي نقدر نحل المشكلة طيب مع بعض في الفصل الأول الفصل بتكلم عن حل المشكلات أو بروبليم سولفنج أول حاجة نتعرف عليها تعريف المشكلة اللي هو بروبليم نبدأ نشوف أنا لو يعني إيه مشكلة يعني إيه مقابيني مشكلة سواء كانت مشكلة برمجية أو مشكلة حياتية فإحنا بنقول إن المشكلة دي يا جماعة عبارة عن موقف يتطلب إيجاد حل له أي هدف مطلوب الوصول إليه يعني أنا عندي هدف عاوز أوصله من خلال اتباع عدة خطوات بترتيب محدد يبقى إحنا بنقول ممكن نبسط الموضوع ده ونقول إيه تعني هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه يبقى الهدف اللي أنا بسعى إلى الوصول إليه ده بنسميه بروبليم أو المشكلة زي مثلا أما أبدأ أفكر في حل مسألة رياضية وعاوز أوصل للحل في الحل بتاعي أو حل المسألة ده خلاص يبقى ده حل المشكلة أما المسألة نفسها هي المشكلة لأن هي الهدف الخاص بي طيب عاوز أعمل كوب شاي برضو دي مشكلة وببدأ أمشي في مجموعة خطوات عشان أوصل لحل المشكلة طيب يبقى احنا اتفقنا مع بعض يا جماعة أن المشكلة هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه أو بنسميها موقف يتطلب إيجاد حل له طيب عندنا تاني تعريف عاوزين نعرفه حل المشكلة اللي هو بروبليم سولفنج يعني إيه بروبليم سولفنج أو حل المشكلة دي بنقول عليها عبارة عن الخطوات والأنشطة والعمليات التي ينبع القيام بها للوصول إلي هدف أو ناتج يبقى لما نقول كده الحاجات اللي هنعملها أو الأنشطة اللي هنقوم بيها عشان أوصل للحل أو عشان أوصل إلى الهدف أو الناتج دي بنسميه حل المشكلة تمام يا جماعة طب ممكن نبسط الموضوع شوية ونقول إيه هو الوصول إلى هدف أو ناتج يبقى أنا هوصل للهدف أو الناتج ده تمام من خلال إيه بقى من خلال خطوات وأنشطة متتابعة ومعطيات محددة يبقى إحنا عندنا هنا المشكلة هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه أما حل المشكلة هي الوصول إلى هذا الهدف أو الناتج يبقى إحنا عندنا يا جماعة نقدر نفهم المشكلة وحل المشكلة عن طريق التعريفين دول طيب مراحل حل المشكلة ايه هي problem solving stages او مراحل حل المشكلة عندنا يا جماعة خمس مراحل عشان اوصل وحل اي مشكلة عندي واحنا طبعا قلنا في المنهج بتاعنا هنتناول المشاكل البرمجية يعني هتناول ازاي انا حل مشكلة عندي واقدر اوصل ان انا اعمل برنامج عاوز اعمل برنامج الحسبة فهي دي بالنسبة لمشكلة عاوز اعمل برنامج يجمع رقمين ويطلع الناتج يبقى دي بالنسبة لمشكلة تمام يبقى انا اول حاجة عندي في مراحل حل المشكلة اول حاجة تحديد المشكلة طيب تاني مرحلة هي اعداد خطوات الحل الخارزمية وهنتعرف على الخطوات دي واحدة واحدة نبدأ نعرض الخمس خطوات وبعد كده نشرح كل خطوة لوحدة تانت مرحلة هي تصميم البرنامج على الكمبيوتر وطبعا هنستخدم احدى لغات البرمجة وزي ما اتفقنا كده هنبدأ نستخدم لغة الفاجوة البيزيك دوت نت مرحلة الرابعة هي اختبار صحة البرنامج وتصحيح اخطائه المرحلة رقم خمسة اللي هي مرحلة التوصيق ودي بنعمل فيها توصيق للبرنامج وهنتعرف على المراحل كل مرحلة لوحدة تعال اول كده نشوف اول حاجة تحديد المشكلة ازاي احدد المشكلة اللي انا داخل عشان احلها او عشان اوصل للهدف او الناتج زي ما اتفقنا كده ان المشكلة دي هدف او ناتج مطلوب الوصول اليه طيب عشان احدد المشكلة يا جماعة حددنا من خلال 3 حاجات من خلال المخرجات المطلوبة ايه اللي انا عاوز اخرجه من البرنامج ده المدخلات المتوفرة ايه هي البيانات اللي هيتم ادخالها في هذا البرنامج ايه هي عمليات المعالجة اللي سواء كانت حسابية او منطقية يبقى انا لو عاوز مثلا اعمل برنامج يجمع رقمين ويخرج رقم ثالث يبقى الرقم الثالث ده هو المخرجات والمدخلات هو الرقم الاول والرقم الثاني وعملية المعالجة هي العملية الحسابية اللي هيتم استخدامها للحصول على الرقم الثالث طيب يبقى بنقول تحديد المشكلة من خلال ثلاثة اشياء المخرجات والمدخلات وعمليات المعالجة سواء كانت العملية الحسابية او المنطقية طيب ثانيا اعداد خطوات الحل الخوارزمية يعني اعداد خطوات الحل الخوارزمية وش معنا سمناها خوارزمية طبعا سمناها خوارزمية جماعة نسبة الى العالم محمد ابن موسى الخوارزمي اللي هو مؤسس علم الجبر طيب لما نجي نعرف الخوارزمية أو نعرف إعداد خطوات الحل الخارزمية هنقول إيه هنقول هي مجموعة من الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا يبقى ما ينفعش إجراء يسبق إجراء تاني والتي يتم تنفذها للوصول إلى هدف أو ناتج محدد من معطيات محدد يبقى أنا عندي مجموعة من الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا دي بنسميها جماعة الخارزمية وطبعا هنستخدم مجموعة الإجراءات دي عشان أوصل للهدف أو الناتج المطلوب الوصول إليه طيب تعالوا نشوف كده إعداد خطوات الحل الخارزمية طبعا هنبدأ نشرحها لما نيجي نبدأ نطبق التدريبات بتاعتنا بنقول مجموعة الإجراءات دي طيب مجموعة الإجراءات دي هنبدأ نمثلها بعد كده في حاجة اسمها فلو شارت أو خرائط التضفق يعني في المرحلة التانية من مراحل حل المشكلة هنبدأ نحول مجموعة الخطوات أو مجموعة الإجراءات إلى خرائط التضفق وطبعا هنتعرف على خرائط التضفق في المراحل القادم المرحلة التالتة تصميم البرنامج على الكمبيوتر وده بقى بعد ما خلصنا خلاص خطوات الحل وحددت المشكلة بتاعتي أبدأ أجيب الكمبيوتر يا جماعة وأبدأ أستخدم إحدى لغات البرمجة عشان أبدأ أصمم البرنامج على الكمبيوتر تمام ونبدأ نوصل لحل المشكلة زي ما اتفقنا هنستخدم لغة الفجوة البيزيك دوت نت وهي إحدى لغات البرمجة كائنية التوجه والموجهة بالحدث رابع خطوة أو رابع مرحلة هي اختبار صحة البرنامج وتصحيح أخطاؤه أنا لو خلصت وعملت البرنامج خلاص يا جماعة قبل ما أبدأ أنشر البرنامج أو أديلي المستخدم عشان يستخدمه لازم أختبر صحة البرنامج وصح أخطاؤه يعني مثلا لو أنا عملت برنامج بجمع رقمين ويطلع رقم ثالث فأنا ببدأ أجيب البرنامج وأبدأ أدخل رقم الأول ودخل رقم الثاني وأبدأ أطلع المخرجات وأشوف أنا لو حطيت مثلا خمسة زي دربعة وبعدين اداني تسعة يبقى البرنامج شغال كويس تمام والبرنامج صحيح أما لو اعطاني ناتج مثلا وليكن عشرين يبقى أنا كده المسألة الرياضية بتاعتي فيها خطأ يبقى أنا ضربت مكان الجمع فإحنا بنقول أننا بنختبر صحة البرنامج عن طريق ادخال بيانات للبرنامج معروف نتائجها إيه مسبقا حتى نتمكن من مقارنة النتائج التي نحصل عليها بالنتائج الإيه يبقى أنا كده هبدأ أختبر صحة البرنامج وصحة أخطاءه من خلال بيانات معروف نتائجها مسبقا طيب خمس خطوة أو خمس مرحلة وهي المرحلة الأخيرة والمرحلة الأخيرة عبارة عن إيه جماعة بنقول أن هي توصيق البرنامج أنا خلاص اتأكدت أن البرنامج صحيح فببدأ أعمل توصيق البرنامج وفي التوصيق دي يا جماعة بنبدأ نكتب كل الخطوات التي تم اتخاذها لحل المشكلة وبنكتب تاريخ البداية وتاريخ النهاية وبنكتب التيم وارك أو مجموعة العمل اللي تم اشتراكهم في هذا العمل تمام؟ وبنكتب الصعوبات اللي قابلتني في إنشاء البرنامج وبنكتب كمان ممكن كمان نضيف خريطة التضفق كأحد عناصر التوصيق يبقى أنا ممكن في التوصيق أضيف خريطة التضفق اللي احنا عملناها يا جماعة في المرحلة رقم اتنين اللي هي إعداد خطوات الحل الخارزمية اللي قلنا هنرسم فيها خرائط للتضفق عشان أوضح خطوات الحل يبقى بنقول هنا كده خلصنا خمسة مراحل من مراحل حل المشكلة قلنا يا جماعة مع بعض يبقى المرحلة الأولى كانت أولا تحديد المشكلة ودي أول مرحلة وهنا بنحددها عن طريق ثلاث حاجات عن طريق المخرجات وعن طريق المدخلات وعن طريق خطوات الحل أو عن طريق المعالجة سواء كانت معالجة حسابية أو معالجة منطقية ثاني حاجة إعداد خطوات الحل الخارزمية وعرفنا يعني إيه خارزمية رابع حاجة تصميم البرنامج على الكمبيوتر بإحدى لغات البرمجة بعد كده اختبار صحة البرنامج وتصحيح أخطاء واتفقنا إن ده بيتم عن طريق ادخال بيانات معروف نتائجها مسبقا خمس حاجة توصيق البرنامج يبقى دولي خمس حاجات يا جماعة لازم نحفظهم بالترتيب تمام عشان السؤال بيجيلي يقول المرحلة التالتة أو المرحلة الرابعة هي ايه أو المرحلة الأولى هي ايه فلازم أكون عارفهم يبقى احنا بنقول تحديد المشكلة إعداد خطوات الحل الخارزمية أو بنسميها الجوارزم تمام تصميم البرنامج على الكمبيوتر اختبار صحة البرنامج وتصحيح أخطاءه بعد كده توصيق البرنامج طيب الموضوع اللي بعد كده هنتكلم فيه خاص بيه خرائط التضفق احنا اتفقنا ان الفلو شارت أو خرائط التضفق اللي هنتعرف عليها في المرحلة القادمة يا جماعة دي هنبدأ ننشئها أو نبدأ نرسمها في المرحلة التانية من مراحل حل المشكلة اللي هي اعداد خطوات الحل الخارزمية اللي بنقدر نوضحها من خلال خرائط الايه التضفق طيب ايه هي خرائط التضفق تعاني نشوف كده بنقول هي تمثيل تخطيطي بيعتمد على الايه بقى بيعتمد على الرسم بأشكال قياسية وليس اي شكل طيب اتفقنا ان هي بأشكال قياسية يعني متعارف عليها دوليا يعني لما استخدم اي شكل كده في رسم الخريطة هيبقى معروف الشكل دوت بيعبر عن ايه يبقى هي تمثيل تخطيطي يعتمد على الرسم بأشكال قياسية لتوضيح ترتيب العمليات اللازمة لحل مسألة او مشكلة محددة يبقى ذا تعريف خرائط التضفق طيب خرائط التضفق دي لها مزايا لها مزايا طيب ايه هي مزايا خرائط التضفق اول حاجة بنقول تيسر قراءة وفهم المشكلة وتوضح للمبرمج ما يجب عمله انا قراج المبرمج وهبدأ اشتغل في عمليات البرمجة فلما اجنشئ برنامج ببدأ اجيب خرائط التضفق الخاصة به عشان ابدأ اترجم خرائط التضفق دي الى برنامج باحدى لغات البرمجة وده اللي هنتعلمه في المراحل القادم بنقول ان تاني ميزة من مزايا خرائط التضفق ان هي مفيدة في شرح البرنامج للاخرين لما اجيب مجموعة العمل الخاصة بي او مجموعة العمل اللي هتشتغل معايا في هذا البرنامج تمام ببدأ اشرح لهم من خلال خرائط التضفق فبتكون العملية سهلة ومفيدة بتساعد خريطة التضفق في توصيق افضل للبرنامج وخصوصا اذا كان البرنامج معقدا زي ما اتفقنا كده في المرحلة الخامسة يا جماعة زي ما اتفقنا اللي هي مرحلة توصيق البرنامج ان انا ممكن اضيف خرائط التضفق في مرحلة التوصيق عشان لو جيه بعد كده احد الاشخاص يطور البرنامج فبيبدأ يبص على التوصيق ويبص على خريطة التضفق فيبدأ يطور البرنامج او يبدأ يعدل في هذا البرنامج فاحنا عندنا يا جماعة هنا لو جينا نشوف في التوصيق بنقول التوصيق مهم في ايه يا جماعة يبقى احنا عندنا دي فوائد خرائط التضفق طيب وما الفوائد التوصيق بقى بنقول التوصيق مفيد في حالة اذا قام احد الاشخاص بتطوير الايه بتطوير البرنامج تمام يبقى ده بيروح يبص على التوصيق ويشوف في ايه يشوف ايه الصعوبات اللي قابلت الراجل المبرمج اللي عمل البرنامج ده تمام ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الأشخاص بتطوير البرنامج بيكون هنا التوصيق مفيد طيب نرجع تاني الخرائط التضفق قلنا دي المميزات ثلاث حاجات يا جماعة ليه خرائط التضفق تيؤثر قراءة وفهم المشكلة وتوضح للمبرمج ما يجب عمله مفيدة في شرح البرنامج للآخرين تساعد خريطة التضفق في توصيق أفضل للبرنامج وخصوصا إذا كان البرنامج معقدا طيب تعال نشوف كده إيه هي الرموز اللي أنا هستخدمها إن شاء الله في رسم الخريطة زي ما اتفقنا كده الخريطة عبارة عن مجموعة من الأشكال القياسية طيب إيه هي الأشكال اللي موجودة عندنا اللي هنبدأ نستخدمها أول شكل عندنا اللي هو البداية والنهاية بنسميه تيرمينال أو الشكل البيضاوي وده هنستخدمه يا جماعة في بداية الخريطة وفي نهاية الخريطة زي ما هنشوفها كده في المراحل القادم طيب هنستخدم الشكل متوازي الأطلاع لعملية الإدخال والإخراج وده خاصة بالإنبوت أو الأوتبوت يبقى المدخلات اللي عندي والمخرجات اللي عندي هنخرجها في متوازي أطلاع ده لما نيجي نرسم خريطة التضفق أو الفلو شارت عندنا يا جماعة متوازي المستطيلات أو اللي هو المستطيل بنقول ده معالجة أو عملية البروسيس اللي هي المعالجة يعني لو هكتب عملية حسابية مثلاً سي بتساوي A زي B وهكتبها داخل المستطيل عندنا فيه شكل هنستخدمه فيه أنواع من الخرائط وهو شكل اتخاذ القرار اللي هو المعين وهنتعلم مع بعض إزاي نستخدم هذا الشكل وبربط بين الأشكال ده كلها حاجة اسمها خطوط الاتجاه أو الفلو لاينز وده طبعاً اللي هنبدأ نستخدمها في الربط بين الخرائط اللي هتوضح تضفق الخرائط بينين لفين وخط سير الخرائط وخط سير البرنامج طيب تعني نشوف كده عندنا كم نوع من أنواع خرائط التضفق عندنا خرائط التضفق البسيطة اللي هي سيمبل فلو شارت وعندنا كمان خرائط التضفق اللي بنقول عليها استخدام التفرع أو اتخاذ القرار هنبدأ نتعلم ايه هو اتخاذ القرار داخل خرائط التضفق وفيه تالت نوع اللي هو استخدام الحلقات التكرارية في خرائط التضفق يبقى احنا ان شاء الله الفيديو القادم هنبدأ نشرح خرائط التضفق البسيطة وبعدين نبدأ نتناول كل نوع من أنواع خرائط التضفق ان شاء الله في فيديو منفصل ونبدأ مع بعض نتعرف يا جماعة ازاي نرسم خرائط التضفق خطوة بخطوة طبعا تابعوني في الفيديو القادم وان شاء الله اللي لسه مشتركش في القناة ينزل أسفل الفيديو يضغط على سبسكرايب او اشتراك ويفعل زر الجرس عشان ان شاء الله هنبدأ ننزل الدروس اتباعا ونتابع مع بعض وعشان يجيلك الاشعار بتاع الدرس الجديد تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة